بعدما أسدل السطار عن دور المجموعات واكتمل نصاب المتأهلين الكبار إلى دور الستة عشر من أغلى مسابقات القارة العجوز إنجل الضباب واتضحت الرؤية بعد سيناريوهات مثيرة حملت العديد من المفاجآت أندية غادرت البطولة نهائياً وأخرى بأخف الأضرار قبلت قصراً بالمشاركة في اليوروباليغ وكانت بطايق التأهل الستة عشر لمن كان أهلاً لها قلباً وقلباً بمجرد أن ضمنت هذه الأندية التأهل إلى أول أدوار خروج المغلوب بدأ التساؤل حول قرعة النار التي ستحمل لمحال معارك ملحمية من العيار الثقيل إن لم تكن دامية بين عمالقة القارة العجوز البداية مع ريال مدريد الذي تنتظره قائمة من الأندية الكبيرة التي يحتمل أن يقارعها في الدور القادم أقواها وأبرزها تكرار السيناريو الموسم الماضي بمواجهة باريسان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم والسعي للثأر من غصة الإقصاء المرير العام المنصرم البيس جي وتحت قيادة غاليتي يبدو أكثر واقعية هذا الموسم ومع المستويات المبهرة التي يقدمها النجم الأرجنتيني ميسي واستعادة المطرقة راموس لمستواها ستكون المهمة صعبة جدا الاحتمال الثاني نهائي سابق للأوان بين المرينجا ريال مدريد حامل اللقب ووصيف النسخة الماضية لفيربول الإنجليزية الريدز بقيادة محمد صلاح ورغم فقدانه التوازن بين الحين والآخر إلا أن عودة مصابيه وصحوته الأوروبية في الأعوام الأخيرة عوامل ستجعل كتبة كلوب خصما لا يستهان به ميلانا الإيطالية المتعطش للياليه الملاح في دوري أبطال أوروبا يسعى لتأكيد العودة إلى الواجهة الأوروبية من جديد ثم انتر ميلانا الذي يحمل وثرة لإسبان بإقصائه لبرشلونا ستكون مواجهته لريال مدريد إن حدثت سيفا ذو حدين دورتموند الألماني بدوره خيار متاح إلى جانب فرانكفورت الألماني بطل اليوروبا ليغ ثم الحصان الأسود كلوب بروغ من جهته البعبع الألماني بايرم يونيخ الذي يتقدم ربعي المانشافت الذي تأهل إلى الدور الثاني يحتمل أن يقارع ليفيربول أو باريسان جيرمان كأبرز احتمالين واردين وفي الوقت ذاته تمني جماهير الكرة العالمية طبقا كرويا فريدا من نوعها بمواجهة تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة سفحه النرويجي إيرلينغ هالند بزملاء النجم البرازيلي نيمار في معركة حياة أو موت أي معركة تلك التي ستجمع أفضل يافعين وحاملي مشعل الكرة العالمية بامبي وهالند وجها لوجها في حرب طاحنة من معركتي الذهاب والإياب مواجهة ستتضمن صراعا على كافة الأصعداء مال وأعمال خارج المستطيل واستضام أجود النجوم داخلها بمعياري عدم مواجهة فريقين من نفس البلد وفريقين من نفس المجموعة ومواجهة المتصدرين للوصفاء كيف تتوقعون أن تكون معارك الدور القادم بين كبار القارة العجوز اشتركوا في القناة